حصد عباقرة اليمن الدوليون المراكز الأولى بالمسابقة الدولية للحساب الذهني والتي يقيمت في مكة المكرمة بين العاشر والرابع عشر من سبتمبر وبمشاركة مصر والسعودية والجزائر واليمن وقد حقق عباقرة اليمن المراكز من الأول حتى السادس حيث تربع في المركز الأول كل من زين العابدين وريتا عامر عبد الرحمن وحل في المركز الثاني حسام محمد عمران وحصل حسام حسن الريمي على المركز الثالث وجاء بالمركز الرابع كل من سمى سمير السنان ووليد حسن الملحاني ويزن عبداللطيف الحريمي فيما كان المركز الخامس من نصيب معتصم معاذ الأصبهي أما السادس فحل فيه راكان رمزي الحمدي